اولا معنى البنك المركزي يستبعد نسبة النمو اللي اعلن على حمادي جبالي 4.5% وقال 3.5% تقريبا وزيد البنك المركزي قال تفاقم العجز رغم اللي سيد حسين جزيري قال بشيون قص العجز هل تعتبر انه اليوم معنتها هذا يدل على الاستقلالية البنك المركزي ولا شنو يدل معنى انه معنى هذا ذكرنا بك انتي بصراحة وقت اخرجت رئيس الحكومة قال حاج انتي قلت ليه اللهي في معانا موضوع الارقام والاحصائيات في تونس مجال فيها اشكالية لان مازلنا ما ركزناش بصفة واضحة المسئوليات والشكون يقوم بالارقام قاعدين نشوف احيان ان الحكومة تخرج في الارقام دور المعهد واطن الاحصاء انه خرج الارقام بتاع التنمية ليس دور الحكومة ان تدخل في الارقام وارقام التنمية مش البنك المركزي خرجها البنك المركزي عنده احصيات اللي ينتجها هو في مخص المجال المالي والمجال النقدي لكن ما عندوش احصيات في المجال التنمية في مغادرة النمو والحسابات القومية هذا دور البنك وقاعدين نشوف انه هناك محاولات اللي غير مفيدة لاستعمال الاحصائيات لاهداف سياسية سياسوية اللي قاعدين نشوفها هذا غير مقبول لابد ان رجع شوية الوراء ونعطي للاحصائيات دورها ولا بش نرجع للاحصائيات كما كانت تستعملها في الانظام السابق مثلا موضوع السنة هذي 3.5% سنة 2012 انا بيودي ربما لو كانوا 3.5% ربما يكون 3.5% مش الرقم في حد ذاته قاعدين فما استعماله بصفة غير مقبولة لانش معناها 3.5% هذي منين جاية 3.5% ل2012 2012 شو نقول لكم منين جاية جاية لاسترجاع نسبة هامة تقريب زوز نقاط من 3.5% جاية من استرجاع السياحة لنسبة من النقص اللي شفناه في 2011 تفكروا السياحة في 2011 يعني نقصت ب40 إلى 50% في السنة هذي تزيد في 35% تقريب 35% هذي كافرة السياحة تعطيك زوز نقاط تقريب زوز نتاق نمو وانتي مازلت مرجعش للألفين وعشر زوز نقاط مغلوطة نوعا وعندك نقطة أخرى جاية منين جاية من زيادة في الأجور للوظيفة العمومية يعني 3 النقاط جاية من الحاجين هذا تقول انتي شنية هالنمو هذا اللي باش تتبجح به من ناحية سياسية وتقول احنا عملنا 3.5 سياسة معناها نمو ما فيماش باش تبجح به من ناحية سياسية لانه ما عندوش لانك لابد ان تؤول وتفهم الأرقام بصيفة جدية واقعية باش تستعملها لكن التوظيفة السياسية هاك 3.5% معناها احنا عملنا احنا مش معقول كذلك نحطه 4.5% في 2013 تكون مبنية على أشياء واقعية لكن مدرلي قال لي فيه ربما تفاعل كبير ودفع أكثر للأرقام مما أمكانيتها جستو مو به القطاع البنكي نحب نحكيه مر معلتها بعزمات شنوريك في الإجراءات اللي صارت منطاع اللي عملت ضجة كبيرة معلتها تقريبا نوع من الإجراءات الرسمية ولكن المقنعة من خلال المرسيم معنا المواطن العادي يفيق بها معتش يدخل في الروج قروض الاستهلاك تقريبا تمنعت بنسبة 20% قال تقعد مبارة لوج على 20% شكون مواطن عادي على قول معاشنا جمي يخو قرض حتى قرض استهلاك بسيط اليوم من بانكا متاع 3 ملايين معاشنا جمي يخذو الاستيراد هذه المنع مثلا سيارات فوق الأربع خيول كيفاش تقيم الإجراءات هذه اللي معنا اليوم يقولوا بداية طاعت شوية في أكلها ومخزون العملة الصعبة في 200 يوم وغيره شنو رأيك سيكامير شوف هو السبب الأساسي للإجراءات هذه أنه تفاقم عجز ميزان مدفوعات أنه ميزان تجاري قاعد يتفاقم العجز فيه وميزان المدفوعات يتفاقم كذلك بسفة كبيرة اللي قاعد يأدي إلى نقص في الموجودات من العملة الصعبة هذا هو الأساس وقاعد الإجراءات اتخذت كطريقة لتقليص في الوريدات أنا حسب رأيي هذا مش من الوسائل يعني من ناحية الاقتصادية اللي صحيحة لأنه باش تحاول تأثر على حاجة بعيدة هي الوريدات بتقليص من القروض الاستهلاك والطريق بين القروض الاستهلاك والوريد طويلة لأنه وقت تقلص من الاستهلاك والقروض الاستهلاك تنجم تقلص كذلك في الاستهلاك الداخلي من المنتوج الداخلي ويضر هذا ربما يضر يعني أنت تحب تجيه أنت تصحل لحاجة باش تفسد حاجة أخرى ولذلك أنا حسب رأيي الإجراءات من النوع هذك ليست مجدية وليست بالفعالة لكن من المفروض أنه يقع النظر في كيفية التعامل مع موضوع الخارجي والدفعات الخارجية بسيفة مباشرة مش عن طريق القروض البنكية واضح معناتها بش نزيد نحكي لك بالفلاقي المواطن قال علش ديما ندفع كل أزمة اقتصادية جي فراس المواطن معناتها وبتبيعة الحال عنده الحق المواطن لأنه قاعد الضغوط الضغوط قاعدة تجيه من كل مكان من الأسعار اللي قاعدة تزيد من القروض اللي قاعدة لكن هذا اللي وصلنا لصعوبة ليش نقوله الاقتصاد وصل إلى طريق مستوى صعب وصعب جداً بحالة الاقتصادية صعوبة وبتبيعة الحال أنه المواطن مش يحسها لكن صحبة الأمور هو المواطن في آخر المطار لأنه الاقتصاد هو المواطن هو اللي ينتج هو اللي يستهلك هو اللي يدفع هو اللي يقبض هو اللي هو المواطن يعني أنت بصفة عامة نحكيه على حكاية التضخم تضخم العملة تضخم الأسعار مع أنت تضخم الأسعار والعملة اللي تونسية دينار اللي مشايوي فقط قيمته معناتها هل تعتبر أنه كان بالإمكان يعني تقليل من نسبة التضخم هذي؟ والله التضخم هو مصدره في المدة القريبة هذي مش تضخم المالي ومش السياسة النقدية نسبة منه جاية كثيرة من مسالك التوزيع وتنظيم موسيق التوزيع ومن مشاكل التهريب نسبة كاملة من الوحي فهما نسبة أخرى جاية من السياسة النقدية طبعا الحال والإشكال والنسبة أخرى جاية من تدني قيمة العملة لأنه كيف قيمة العملة تقعبت المواد المستوردة تغلق وهذا أثر على زيادة الأسعار هذا الكل موجود لكن الإشكالية هو أنه ما تنجمش في نفس الوقت تقول نحافظ على مستوى التضخم من الأسعار ما تزيدش وفي نفس الوقت ما تخسرش المواد الموجودات من العملة الصعبة تنقصها تخليها في المستوى المعادلة هذه صعبة جدا إما تخلي مستوى الموجودات ينخفض وما تهبطش في قيمة العملة ولا تهبط في قيمة العملة باش تنجم تحافظ على مستوى الموجودات المغربة الاقتصاد المشكلة أنه فما حاجات قال لي فما خياران أحليهم أمر واحنا في تونس اليوم شيء الهام ربما نقولك اليوم وصلنا إلى حالة وأنه باش نواجهه في البطرة الأخي القادمة المر بما أمر منه لأنه الصعوبات الاقتصادية باش اتفاق لأنه السياسة النقدية وصلت إلى حدها وكانت تحدثوا عن الميزانية وصلت إلى حدها استعمال الميزانية كطريقة لدعم الاقتصاد وتنمية وصلنا إلى أقصى ما يمكن ولذلك باش ندخلوا في المطرحة 2013 وما بعد في مرحلة أصعب مما شفناه في 2012 و2011 السياسة النقدية معناتها سياسة السياسة التي استعمالها البنك المركز يترى أنه طريق مسدود وصلت إلى حدها لا يجب أن تزيد ما هو هو من ناحية الاقتصادية بسيفة عامة الاقتصاد تصور أنه كانوا طيارة كيف يمشي نرمال يمشي نرمال وقت اللي تصيف أزمة يزمك الموتورات تزيد عندك الموتورات فما السياسة النقدية وسياسة الميزانية الدولة تقدمها متقوي في الواحد لكن بسيفة وقتية خدمنا احنا زوز الموتورات هذه في 2011 و2012 خدمنا السياسة النقدية وخدمنا سياسة المالية العمومية خدمناهم زيادة المصاريف العمومية تخفيض في نسبة الفايدة القرون التمويل متاع البنوك كلها غير ذلك لكن ما تنجمش تزيد لكن تزيد خدمهم ربما الموتوري واللي بنفسه يعني ما عادش يخدم بكله ولذلك وصلت السياسة النقدية وسياسة المالية العمومية لحدها معاش نجم ونستعملوها أكثر ولذلك بش نطلق في مرحلة وأنه الامكانية متع الدولة لدعم الاقتصاد ولتنمية الاقتصاد عن طريق الوسائل هذه أصعب ولهذا لازم نرجع إلى الأصل متع النمو وهو الانتاج وهو الاستثمار والذي استدعي أساسا الرجوع إلى وضع مستقر سياسيا وأمنيا هذاك عليش أنا دائما نرجع نقوله أنه الوضع الأمني والسياسي هو الحل المفتاح لأنه إذا كان ما نرجعش إلى الاستقرار الأمني والسياسي راهوا الاقتصاد بش يوصل إلى مدهات خطيرة وخطيرة جدا معناتها الأسوأ حاجة أنه تكون فلوس تدخل مغير مفهما مجهود عمل هو اللي قام به معتها انتاج كيف من المالية العمومية تولي تزيد في الأجور تزيد في المساري في الأخير على كل المجهود قلل معناتها نعم ما غير مجهود ما غير وح في من ناحية السياسة النقدية تزيد في ضخ النقود في الاقتصاد لغير مغير الموجود وتنمية والانتاجية مش قاعد ينطل معتها سمحني سيكمال نبلي بالفلاقي معتها بش ندفعوا ثمانك الفلوس اللي تبعناه مكاكا ما غير اللي تبعها مبارك المركزي جوشت لحلين أزمة اللي انت عاشا مع شوي اكسيجين يتناحى الاكسيجين تقاروه احنا مخنوقين هذا تقريبا مش هو معتنا بالفلاقي يعني يعطي المعنى لكن مش مش بسفة كاملة لكن انا حنقوله انه استعملنا في 2011 و12 الامكانيات الموجودة الهوامش متاع السياسة النقدية الموجودة لكن هدية وقفة معتش موجودة بالضبطة بش نقبل الفاصل بش نفسرها للناس كيما انتي تلعب في من يربحوا المليون وعندك اتصل بصديق واسأل الجمهور ونسيت شنو اخر تستعملهم السؤال الثاني لو لاتصل بصديق ثاني يسأل الجمهور الثالث كذا من هنا الاخر لعبة ما عندك حتى بسنو اتوى بش نتفع الثمن بعد شوي بش نحكيه معاك سي مصفة كامل نابلي على الميزانية بش نبداها بالقروض معتفا ما شكون نقدل معتها لقال السياسة القروض هذي من البنك الاوروبي من اليابان من البنك الافريقي وغير وغيره زادة سياسة بش تثبت سلبيتها وبشترها من البلاد